أن تكون عراقيا وتعيش في العراق في ظل حكومات ما بعد الغزو الأمريكي فذلك يعني أنك عرضة لأخطار شتى ليس أولها القتل لأسباب طائفية ولا آخرها الخطفة والاعتقال العشوائي منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية تؤكد في أحد تقاريرها أن أوضاع المعتقلين في العراق مهينة حيث السجون مكتظة بالآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرض بعضهم للتعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة بل إن أحد المحتجزين بترت ذراعه جراء التعذيب الأمر الذي يجدد إثارة المخاوف بشأن سوء معاملة المعتقلين في السجون العراقية سيئة الصيت بحسب المنظمة ويبدو أن أوضاع المعتقلين في العراق باتت أسوأ من أن يتجاهلها أحد إذ أكد بعض نواب البرلمان أن عشرات المحكومين يقبعون في زنزانة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار حتى إن أغلبهم لا يستطيع النوم جراء الزحام الشديد من جهتها تشير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إلى أن أوضاع السجناء في السجون سيئة جداً حيث أشارت المنظمة إلى أن أغلب السجون تعاني إهمالاً وانعداماً للخدمات وتردياً للأوضاع المعيشية والصحية ما يسهم في انتشار الكثير من الأمراض الجلدية والمعدية بين السجناء وبعيداً عن الأوضاع المأساوية للسجناء في السجون العراقية فإن المنظمات الحقوقية الدولية تحذر من تنامي أفكار انتقامية ومعادية للدولة جراء حملات الاعتقال العشوائي بناء على تقارير المخبر السري والمادة الرابعة من قانون الإرهاب التي تلقى انتقادات حقوقية كثيرة وكذلك انعدام وجود ضمانات لعدالة المحاكمات وضمان حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بل إن كثيراً من السجناء يقبعون في السجن لسنوات دون أي محاكمة هي إذن حلقة من حلقات الاستهانة الحكومية بالمواطن العراقي في ظل نظام حكم طائفي صنعه الاحتلال الأمريكي على عينه متعاوناً في ذلك مع الاحتلال الإيراني وإن بدى كذباً عدواً له لإضعاف المجتمع العراقي وضمان تبعيته لمصالح الاحتلال عبر عملائه من حكام المنطقة الخضراء ترجمة نانسي قنقر